مدينة كاركوكا العراقية موطن العرب والأكراد والتركومان ومخزن النفط الوفير تركيبة يصفها البعض بفائقة الحساسية كلما انفجرت سيارة مفخخة أو سمع خبر اغضيال أحد شخصياتها البارزة سياسيا أو أمنيا كثرة الخروقات الأمنية في المدينة على مدى السنوات الماضية تفسر على أنها محاولات لضرب هذه المكونات من قبل من وصفوا بالمتشددين وهم الذين يجدون في أحاديث بعض الساستي محفزا لهم التصريحات المستفزة للسياسيين في بغداد وإربي لا تشجع الإرهابيين على القيام بعمليات في كاركوك لا يمكن السيطرة على الوضع الأمني بشكل كامل لكننا استطعنا تقليل هذه الحوادث بالنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة في السابق فرض حظر للتجوال في المدينة أثناء الليل الآن تمثل نقاط التفتيش في مداخلها الإجراء الأمني المتبع على طريق الحويجة كاركوك توجد أكبر نقاط السيطرة وهنا إجراءات التفتيش مشددة معظم هؤلاء ذاهبون إلى مناطق يسيطر عليها مسلح داعش أو قادمون منها إحتاجاتنا دعم نحتاج دعم يعني مثل جهاز سونار كاشف متفجرات لأننا عندنا جهاز كاشف بس هذه صفقة مناجحة فنريد صفقة ناجحة من جهاز سونار يكون يساعدنا بشغلنا بعملنا أكثر يرفض هؤلاء الحديث عن الأوضاع في المناطق التي يسيطر عليها مسلح داعش فمصالحهم المعيشية تقتضي العودة إلى هناك أما داخل المدينة فلا تخلو كلمات من قرر الحديث من خوف معروفة أسبابه والله الحياة هنا جميلة حلوة ماشية والوضع زيان الحمد لله جهود القوات الأمنية الأبطال ومساعدنا على الوضع حيث زيان الحمد لله انخفاض معدل الخروقات الأمنية لا يعني بالنسبة لسكان هنا خروج المدينة من دائرة الخطر طالما أنها تقع على خطوط المواجهة الأولى مع مسلح تنظيم الدولة أبو بكر أحمد سكاينيوز عربية كركو